سلام عليكم واهلا بكم معايا في فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون عن تنظيف وتعطير المكنسة هننضف كل قطعة كده في المكنسة ونعطرها كمان علشان تدينا رحة حلوة وإحنا بنستعملها وقال لكم كمان على جميع استخدامات المكنسة اللي ممكن تكونوا ما تعرفوهاش او ما جربتهاش استخدامات كتير مفيدة جدا وهتساعدك في روتينك اليوم لتنظيف البيت وهتسهل عليك كده وتوفر معاك وقت ومجهود اول حاجة كده هنفك القطعة بتاعت المكنسة بتاعتنا كل قطعة نفكها وكل كل حد فينا يعني او كل واحدة فينا عارفة المكنسة بتاعتها القطعة بتاعتها بتتفك ازاي كل حاجة كده بدأنا بالكفة فكناها الاول وبعد كده المصورة الاستاليس دي اللي هي بتتفتح وتتقفل كده يعني بتطول وبتقسر على حسب الاستخدام وكمان القطعة دي مسكة في بداية الخرطوم فكناها بنمشي كده بالترتيب كل قطعة بتتفك بنفكها ونفك اللي بعدها وهكذا بعد كده الجزء التاني بقى والطرف التاني من الخرطوم بيكون متوصل بجسم المكنسة نفسه بنفكه برضو لان كل ده هيتغسل الخرطوم والقطعة الاستلس والكفة وكل حاجة وما ننساش كمان القطعة الصغيرة اللي بتكون مع المكنسة بتاعتنا تلت قطعة كده برضو بتستعمل للتنضيف في حاجات معينة فكناها برضو بالشكل ده ونيجي دلوقتي بقى للكيس طبعا مع تنضيف المكنسة اهم حاجة كمان تنضيف الكيس انا عندي هنا مكنستي دي نوع هاميلة ودي الكيس بيتفضى ويترمي بحاله كده قصدي بتخلع من مكان ويترمي بحاله وبركب واحد نظيف بقى ماينفعش ابدا نخسله ولا استعمله تاني يعني في الكاتالوج بتاعها مشددين جدا ماينفعش تخسليه وتستخدمي تاني هو مرة واحدة وبترمي وبتغيريه فانا كده هاخده بحاله حتى هو مقفول من جميع النواحي مش زي بقيت الاكياس بتاعت المكنسة اللي لها مكان تفتحيها وتفضيها وتخسليها لأ ده كده مقفول من جميع النواحي فطبعا هرميه زي ما بقال لكم بحاله كده وفيه كمان فلاتر وحاجات كده لو انت عندك الكيس اللي بتفضى وكده ده طبعا مع تنظيف المكنسة اساسي تفتحيه وتفضي محتوياته وتخسليه وتنظفيه كواس جدا جدا وينشف تماما وبعد كده تركبيه تاني مع باقي القطع بتاعت المكنسة عندك فانا بقى يعني انا عندي بترمي على طول زي ما بقال لكم بس بيقعد حوالي ست شهور عبال ما يتملي اه فبيتغير بقى في ساعتها ويتحطي جديد على طول عايزة اوريكو كده الكفة اول حاجة هي فيها المسامير كده لو احنا شايفين لو محتاجة ان انت تفقيها مسلا تفقي المسامير بتاعتها دي كلها وبتخلع الوش ده وبعد كده بتنظفيها من جوه لو فيها حاجة وتركبيها تاني او بدهر المعلقة كده او بالحرف بتاع المعلقة زي ما انتو شايفين معايا اه تماشوا كده في القطع او في الاماكن اللي في الجنب الدايقة دي لو في اي اتربة او اي حاجة متحوشة فيها هتطلع برضو معاك على طول بعد كده باملة طبق كده في مية وبحط الكفة وقطع الصغيرة كلها وكل حاجة بقى تقدر اه يعني عايز اخسلها قطع الصغيرة اه ونزل التراب كده منهم وخلي المية كده تعدي في القطع كلها عشان تاخدوا التراب اللي من جوه مسلا وينزل في المية الاول المية كده بصوا كلها تمالت اتربة ورواصب وحاجات من اللي كانت في الحاجة بعد كده بغير المية بحط المية نضيفة وشوية من من اي مسحوق تنضيف سيل وبحط الكطع تاني كده وانقعهم شوية حوالي خمس دقايق وعشر دقايق وارجع لهم تاني نضيفهم كويس جدا بفرشة التنضيف الصغيرة دي اه بخسلهم كده كويس قوي من كل ناحية والتجويف بتاعهم بدخل بيه كده بوصلوا بالفرشة بنضف كل حاجة وخلي المية المصابون دي برضو تعدي كده بينهم واخسل كل حاجة والكفة كمان بخسلها كويس كل الكطع فيها وبخلي برضو المية دي تعدي كده من جوه عشان لو في اي اتربة وبخسل كويس جدا الحتة بتاعتها ديت عشان لو في برضو اي اتربة في الجنب كده تخرج معايا والقطعة كمان دي بعد كده بغير المية بقى او بقى او بتخلص من المية دي وبشتفهم بقى بماية نضيفة بيكونوا ندفو جهزين معايا بشتف قطعة قطعة كده تحت المية النضيفة عشان اتخلص بقى من بواء الصابون واي حاجة بقى موجودة بتبقى بقى نضيفة وزي الفل معايا والقطعة دي كمان لو اي حاجة استوانية كده بعدي فيها المية نخلي المية تعدي فيها عشان تاخد اي حاجة من جوه بعد كده بصفيهم على فوطة كده نضيفة وبجفف بقى قطعة قطعة كويس جدا جدا قبل ما نركب بقى مكونات المكنسة تاني نتأكد ان كل قطعة ندفت تماما تماما ما فياش اي نقطة مية وعايز اقول لكم كمان الخرطوم ده غسلته في الحمام بقى سايبت المية كده جواه عدت جواه كله كده كزا مرة علشان اتخلص لو في اي اتربة في الخرطوم وسايبت صفة كويس جدا في الحمام بعد كده نيجي لجسم المكنسة نفسه بقى اي منظف بقى انا طبعا المنظف اللي بنستخدمه ده للتلميع اللي هو عبارة عن مية وخل ونقطتين كده من المنظف السيل وبنضف بقى فوطة جفة نضيفة بنضف جسم المكنسة من الخارج كويس جدا جدا واي تفاصيل كده تنضفها كويس بالفوطة وتمشي عليها بالفوطة وبخرك كمان السلك بتاع المكنسة كله ونضف التجويف بتاع السلك ده وكمان السلك نفسه بمشي عليه كده بالفوطة عشان لو مطرب ولا اي حاجة يعني كل جزء في المكنسة هنضفه ونلمعه علشان ما يبقاش في اتربة في اي مكان فيها بعد كده بندخل السلك تاني بقى في مكانه وبتتلمع من كل جنب ومن كل جهة حتى من المكان اللي هو الخلف ده كده بننضفه بنبخ عليه وممكن كمان التنضيف اللي هو منظف الزجاج العادي لو مش عاملة خلطة معينة او مش عاملة انت بخخ للتلميع او للتنضيف بمنظف الزجاج عادي وتنضف به نفس الموضوع بالزبط وبالفوطة وتنضف نيجي بقى من جوة طبعا ما ننساش جوة لازم ننضف وهنا الفلتر دوت هي فيها كزا فلتر بصو طلعتوه نضيف زي الفل مش محتاج يتغير ولا اي حاجة يعني الفلاتر بتقعد فترة اطول من الكيس الكيس طبعا بيتملي فبيتغير زي ما بقال لكم ناما الفلاتر بتقعد فترة طويلة وده برضو نضيف زي الفل الناحية التانية دي مش تراب ولا حاجة هي لون هارماضي من الناحية التانية بركبه برضو قطع دي بتتشال بلمع برضو كويس تحتها وبحط الفلتر تاني وبغط عليه وبرضو الفلاتر دي ممنوع انها تتغسل تستخدم تاني بتتغير برضو بعد بس بعد فترة اطول من الكيس زي ما بقول لكم بتقعد فترة طويلة حوالي سنة او اكتر كمان عشان كده المرة دي مش هغير الفلاتر هغير الكيس طبعا بس لان الكيس ما بتملي بيحتاج يتغير عشان تقدر يتشفطي كويس وتستخدمي المكنسة كويس وكمان بتديك علامة كده اللي هي اللمبة الحمرة دي بتنور بتبقى كده محتاجة انها تتنظف عايزين بقى نعطر الكيس بتاعنا دلوقتي او نعطر المكنسة يعني عموما اه في حق يعني افكار كتير للمعطرات انا عطرها دي قطع من البخور عندي ريحتها جميلة جدا ريحتها تحفة بحبها قوي فاخدتها في كيس كده ودقت عليها اه نعمتها كده بقت زي البودرة ودخلتها في كيس من الفتحة هو الكيس عندي زي ما بقال لكم مقفول من جميع النواحي ما فيوش مجال خالص يتغسل ولا يتفك ولا اي حاجة هي الفتحة بس بتاعت الشفت اللي بتركب قصاد الخرطوم دخلت منها كده الكيس اللي في البخور ده وحطتها فيه وخلاص وبعد كده ركبت الكيس في مكانه زي ما شفنا بعد كده هنركب القطع بقى تاني بالتسلسل اللي خلعناها بيه كل قطع بنوصلها في التانية لغاية ما نخلص خالص الخرطوم والقطع كلها والكفة وكل حاجة عايزة أوريكو هنا نظام المكنسة عندي قبل ما نستخدمها بقى عشان تحصلي برضو على افضل نتيجة في التنظيف والتنظيف يعني اليومي بتاعك ويكون الخطوات سهلة عليكي. انا عندي هنا تدرجات فيه لستاير فيه للكنب والمفروشات فيه لستجاجيت فيه للبلاط كل حاجة. اه اول حاجة كده لستاير. لو هاعمل استاير بشاور عليها. هاعمل الكنب او المفروشات بشاور عليها. هنا السجاد الخفيف. بعد كده فيه مؤشر تاني عن على آآ حاجة يعني صوتها هادي. بعد كده السجاد التقيل اللي هو بالآآ يعني آآ ليه وبر عالية. بعد كده البلاط بشاور على الحاجة اللي انا استخدمها قبل ما ابدأ في تشغيلها. وبالنسبة لاستخدامات المكنسة المختلفة والمتعددة او الحاجة القطعة كده اللي عاملة زي الفرشة دي. آآ دي ممكن تستخدميها لتزعيف السقف آآ مفيدة جدا في تزعيف السقف وتنظيفه من اي اتربة موجودة فيه. والزوايا كده ولو عندك شغل جبس كتير من اللي بيبقى في السقف ده هترايحك جدا جدا وهتعرف تخش بالقطعة دي في التفاصيل وفي كل حاجة. آآ وانا عارفة اني فيه طبعا زعافة مخصوص للسقف وبنستخدمها كلنا وكل حاجة يعني. بس دي فكرة برضو حلوة انك بتستخدميها. لو عايزة مسلا تنظف السقف ومش عايزة اتربة تقع على بقى العفش اللي عندك او اي حاجة آآ المكنسة مزيتها ان انت بتنظفي والتراب بيتشفت فيها على طول. هبينزلش بقى على الارض او على العفش بتاعك وتضطر تنظفي تاني وكزا. وكمان نفس الفرشة دي ممكن تستخدميها لتنظيف النجف زي ما احنا شايفين كده. وخصوصا لو النجفة فيها شبهات صغيرة كده زي زي القماش مسلا او اي خامة تاني. ممكن بالفرشة كده على على سرعة خفيفة برضو. وتنظفي كده كل جزء فيها اتشفت معاك التراب وتبقى يعني فكرة حلوة قوي. وكمان الفرشة دي طبعا نوريتكم الاستخدام بتاعها قبل كده في الشبابيك. مفيدة جدا جدا للشباك سواء الدرف السلك او الشيش او كل قطعة في الشباك كده تمشي عليها اتشفت لك التراب. آآ مش هتخلي برضو التراب بعكس فرشة الشيش كده لو مسكناها وعدنا انطير التراب من على الشباك. التراب بيملى المكان برضو وينزل على عفش وبهد للدنيا وهنضطر النظف تاني التراب ده. فزي ما بقولك كده مثل المكنسة ان انت بتنظفي الحاجة والتراب ما بينزلش على بقى الحاجة اللي في القودة بيدخل على المكنسة بتشفوته على طول. وبعد كده القطعة بقى اللي هي اللي هي اللي هي بوز دي او اللي هي المحدبة دي اللي احنا شايفينها. دي برضو لها استخدامات كتير حلوة او في اي مكان كده آآ مش طيلة باي حاجة حتى لو بفرشة تنظيف او او فوت او اي حاجة ما بتطولهوش. دي صراحة بتطول معاك في كل مكان. وخصوصا المجريات دي بتاعت الدولاب آآ الدولاب اللي هو الجرار. والمجريات دي بتكون برضو تنطبق على اللي في شبابك القلوم التال برضو تعملي بها كده. بتنظف لكل التراب بسهولة جدا جدا. نيجي بقى القطعة التانية اللي هي الصغيرة دي المبططة. العاملة زي كفة صغيرة. دي حلوة جدا للستاير. يعني الستاير كده بتفريد الستارة بتاعتي كواس جدا عشان تاخد التراب اللي فيها كله. ومن فوق لتحت كده بتنزلي بالراحة على سرعة خفيفة برضو. آآ بتشفط معاك كل الاتريبة بدل ما تشيل الستارة يعني بتضطر تخسليها وتركبيها وتعلقيها تاني وهكزا. آآ وتبقى طبعا آآ تنظيفها كده اصعب. الطريقة دي برضو حلوة جدا انك تشفطي عليها الاتريبة وهي في مكانها متعلقة وكل حاجة. وبرضو نفس القطعة دي طبعا كلنا عارفيني انها للمفروشات هيلة جدا جدا. للكنب الانتريهات السالونات الركنة. آآ اي مفروشات. آآ وكمان القطعة دي برضو ينطبق عليها نفس الاستخدام على مراتب السرير. تشفطيها كده تنظفيها. على اي حاجة بقى. اي حاجة كده من المفروشات اللي عندك بتتنظف. وكمان الجسم بتاع الكنبة نفسه كله ممكن تشفطيه مش شرط يعني جزء معين. الجسم كله كده لما بتمشي عليه بالقطعة دي بيشفط لك اي طراب. حتى لو انت مش شايفة كويس. وبتلاقي القطعة معاكي او الكنبة معاكي والقماش بتاعها لمع كده وزهزه وندف جدا جدا. وطبعا اه ما ننساش او كلنا عارفين يعني استخدام الكفة بقى كبيرة دي طبعا كلنا بنستخدمها وعارفين استخدامها كويس جدا. وهو للسجاجيت. السجاجيت بقى انواعها. في سجاجيت خفيفة. في سجاجيت بوبر عالية. اه زي ما بقولك كده ممكن يعني تزبطي زي ما وردتك المؤشرات كده اللي موجودة عندي تزبطي قبل من تستخدمي. اه كل حاجة على السرعة المناسبة لها. وعايز اقولك كمان ان في فرشة هنا طبعا في الكفة كلنا عارفينها وموجودة عندنا كلنا وفي زرار. الزرار ده بتطلع الفرشة لما تكوني هتنظف البلاط. بتبقى عاملة كده زي المقاشة معاك وبتنظف البلاط معاك. انما ما تطلعيش الفرشة وانتي بتعملي السجاجيت. برضو دي من ضمن التعليمات اللي في الكتالوج بتاع المكنسة. ان الفرشة دي للبلاط بس مش للسجاجيت. وعايز اقولك كمان لو انت ما عندكش المؤشرات اللي وردتها لك دي عندك بيبقى السرعة بتاعت المكنسة لها تدريجات. في اعلى حاجة في اقل حاجة. وفي في الوسط طبعا تدريجات مختلفة. فانت كل ما تيجي تستخدمي حاجة يعني يتحضر لها كده او تثبطي لها سرعة معينة مناسبة لها. يعني مسلا الستاير تبقى اهدى حاجة خالص. اقل سرعة. المفروشات ممكن السرعة تزيد شوية. السقف برضو سرعة متوسطة لو هتزعافي لو هتعملي نجف وهكذا. مسلا هتعملي بقى الارض وسجاجيت ممكن دي لي تبقى اعلى سرعة. يعني تحاول تزبطي كده السرعات على حسب الاستخدام بتاعك. وعايز اقولك كمان بالنسبة للتعطير. ممكن تعطري باي حاجة تاني غير البخور اللي انا عملته ده. هو فكرة جميلة جدا والبخور عندنا كلنا. ممكن كمان تعطري بالبخور لو عندك بودر تحط شوية. ممكن ترشي آآ اللي هو الزيت المعطر اللي بيبقى ريحته حلوة ده وقوية. بتحطي كده كم قطرة جوا الكيس. تحطي في ناس بتحطي فانيليا. او اي حاجة بقى ملولتلك عليها كلها افكار حلوة بتدي ريحة فعلا فعلا انت مشغالة المكنسة. بتلاقي ريحة جميلة كده طالع معاك مش ريحة التراب. مش ريحة التراب اللي بكون مزعجة لنا كلنا واحنا بنكنس كده بتلاقي ريحة التراب مش حلوة خالص. آآ بصراحة لما بنعطر الكيس كده وهو نضيف وتعطريه. بتلاقي ريحة جميلة كده تقول ما انت بتستخدمي المكنسة. وكمان لو حبيني ان انا اعمل لكم ريفيو كامل عن المكنسة بتاعتي ونوعها وسعرها بقى ومميزاتها وعيوبها وكل حاجة. ونتكلم معنا بالتفصيل اكتر. قولوا لي في التعليقات انا اعمل لكم ان شاء الله ريفيو عنها. وبكده يكون فيديو النهاردة انتهى. واتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه. والافكار اللي انا قلتها لكم كده تكون يعني مفيدة بالنسبة لكم وتتشجعوا كمان انتو تنظفوا مكنساتكم. وتحصلوا كده على افضل نتيجة منها. طبعا التنظيف ده بيخلينا نحصل على نتيجة ممتازة في التنظيف اليومي بتاعنا. وكفاءة الجهاز بتاعنا سواء المكنسة او غيره يعني بننظفه. الكفاءة طبعا بتعلى وبنستخدمه آآ على اكمل وجه. ومتنسوش بقى لايك وشير لي الفيديو. ونتقابل على خير بازن الله فيديو جديد وعالف السلام.